صلي سافن في الماس أحسوك لها وذكا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يهدي من أراد لهم السعادة إلى صراطه المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من العذاب الأليم وتدخلنا بها في جنات النعيم وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله أخبرنا أن الصدقة تطهر نفوسنا وتزكي أموالنا وتحفظ أجسادنا من الأمراض فقال في حديث رواه أبو داود والبيهاقية والطبراني حصينوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقات فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأنقياء ثم أما بعد عباد الله إن الأموال التي نملكها هي في الحقيقة ملك لله عز وجل وإنما نحن مستخلفون فيها وسنحاسب عليها حسابا عسيرا يوم القيامة يقول الله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم أنفقوا لهم أجر كبير وإن الحصول على هذا الأجر الكبير لا يتحقق إلا باتباع أوامر الله فإن الله يعيدكم مغفرة وفضلا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء أيها المسلمون الأفاضل إن الزكاة ركن من أركان الإسلام عظيم ودعامة من دعائم الإيمان عميقة فإيتاؤها مع إقامة الصلاة والشهادتين عنوان الإسلام واستحقاق لأخوة المسلمين يقول الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقابوا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر السديق رضي الله عنه جهز أحد عشر لواء لمقاتلة المرتدين الذين امتنعوا عن أداء الزكاة وقال قولته الشهيرة والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعون عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه فهي أول حرب على مر التاريخ البشري الطويل كله أعلنت دفاعا عن حقوق الفقراء والمساكين والمستضعفين في الأرض فلو وقعت هذه الحرب في غير أمتنا الإسلامية لفتخر بها ولوضع لها مصرحية وأفلاما سينمائية تخلد هذه الحادثة التاريخية الفريدة من نوعها ولكننا نحن المسلمون من كثرة نعم الله علينا وكثرة خصال أبطالنا وعلمائنا أصبحنا لا نعير اهتماما كبيرا لتاريخنا ولا حول ولا قوة إلا بالله أيها المسلمون الأفاضل لا تعتبروا الزكاة تبرعا يتفضل به الغني عن الفقير بل اعتبروها حقا معلوما للسائل والمحروم ولا تحسبوها غرامة ثقيلة عليكم بل اجعلوها بركة وتهارة ونماء لأموالكم وممتلكاتكم ووقاية من غضب الله وعذابه عليكم يقول الله تبارك وتعالى خذم الأموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم عباد الله اعلموا أن الذين يرفضون إخراج زكاة أموالهم يعتبرهم الإسلام عصاة بغاة يعذبهم الله هنا بخدمة الدنيا وجمع الأموال التي سيتركونها لورثتهم وسيسألون عنها وحدهم هناك ويعذبون بها بلهيب النار والعياذ بالله يقول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحما عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وروا تبارني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم ألا وإن الله سيحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما أيها المسلمون لقد فرض الله الزكاة وبيّن ذوي الحقوق عال فيها بيّن ذوي الحقوق فيها وقسمها بعدله ليضمن العيش الكريم للفقير والمسكين وابن السبيل والعاجزين وفي سبيل الله الذي يشمل كل المشاريع الخيرية يقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فبادروا عباد الله إلى حساب أموالكم وتقييم سلعكم فنصاب هذه السنة كما تعلمون واحد وثمانون مليون وستمائة ألف واحد وثمانين مليون وستمائة ألف فمن كان له مثل هذا المبلغ أو أكثر ودار عليه الحول أو العام فليخرج اثنين ونصف المئة اثنين ونصف المئة وتقربوا بها إلى خالقكم ورازقكم ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ويقول في آيذ أخرى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويقول كذلك فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره ليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى وأحثكم عباد الله أحثكم على توجيه جزء منها للفقراء من أقاربكم يقول الله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت من خير فللوالدين والأقربين وقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صدقته ويصرفها إلى غيرهم والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة ونعلمكم أن المسجد يستقبل زكاة أموالكم فمن أراد أن يقدم زكاة ماله وتصل إلى الفقراء والمساكين فليبادر بذلك والله ولي التوفيق أقول ما تسمعون واستغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم فيا سعادة المستغفرين الحمد لله وكفاء أصلي اللهم على سيدنا محمد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد عباد الله أيها المسلمون الأفاضل إن منع الزكاة بصفة فردية يؤدي إلى فساد المال ونزع البركة منها فيقطر شره وتسوء أخلاق صاحبه فيكون من أهل النار والعياذ بالله قال صلى الله عليه وسلم ما خالطت الصدقة أو قال الزكاة مالا إلا أفسدته والحديث يحتمل معنيين اثنين المعنى الأول هو أن الزكاة إذا تركت في مال ولم تخرج منه سببت هلاكه وفساده والمعنى الثاني هو أن الرجل يأخذ الزكاة وهو غني عنها ويدخلها في ماله فتسبب هلاكه وفساده وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبز الزكاة نعم إلا بحبز الزكاة وغوي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مانع الزكاة يوم القيامة في النار أعاذني الله وإياكم منها أما منع الزكاة بصفة جماعية أو تكون هي الصفة الغالبة في المجتمع فإنها تسبب القحطة والمجاعة والأزمات الاقتصادية والأزمات الاجتماعية روى التبراري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين وقيل أيضا عنهم صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن قال لم تظهر الفاحشة في قوم القط حتى يعلنوا بها إلا فشفيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينطروا والآن قضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم عباد الله أليست هذه العيوب كلها موجودة في مجتمعاتنا نعم إنها موجودة في مجتمعاتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم يا رب العالمين إليك نشك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس اللهم بصرنا بعيوبنا اللهم ألهمنا رشدنا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما فيه سعادتنا في عاجلنا وآجلنا اللهم أعن على القيام بما فرضته علينا دون تأخر منا ولا تسويف منا يا رب العالمين اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم ارزقنا الإيمان القوي الدافع إلى إخراج زكاة أموالنا ابتراء وجهك الكريم يا رب العالمين اللهم ارفع مقتك عنا يا رب العالمين اللهم ارفع غضبك عنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تسلط عينينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين اللهم إننا نسألك العافية وتمامها ودوامها والشكر عليه يا رب العالمين اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل سقم ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحينا مسلمين اللهم توفنا مسلمين اللهم الحقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا وارحمنا وارحم والدين يا رب العالمين وقال رب ارحمهما كما ربيان صغيرا عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على الموصلين والحمد لله رب العالمين